شايف المباراة المرتقبة بين الأهل والزمالك إزاي؟ والله المباراة المرتقبة بين الأهل والزمالك دايماً ملاش حسابات، مباراة قوية، الفريتين داخلين البطول، داخلين المباراة بحالة فنية ممتازة، نادي الزمالك يبتدى يستعيد قوته تاني، يبتدى فريحة الانتصارات، يستعيد توازنه، وجاب صفقات حل مشكلة القيد، وبعدين جاب صفقات جديدة، فأعتقد المباراة يكون صعب على الفريتين، ولكن أنا شايف أن دايماً في المباراة القيمة هم التسعين دي اللي بيحسموا، يعني ممكن نتكلم كتير قوي في التك واللي ممكن يحصل، ومين يقدر يعمل إيه، ومين عنده أخطاء، ولكن دايماً التسعين دي هي اللي بتحسم النتيجة، تمام، طيب، نقاط القوة والضعف في الأهل والزمالك، نقاط قوة النادي الأهل دايماً في الجناحين، في وجود حسين الشحيات وبيرس تاوى على الجناحين، تحركاتهم والأدوار اللي بيعملوها مع لعبة وسط الملعب، يعني بنشوف دايماً إمام عشور أو أجع أفشة أو عمر السلية، لما بيلعبوا في وسط الملعب، خلف حسين الشحيات أو بيرس تاو، بيبتدوا يتحركوا معاهم ويعملوا أدوار تبادل بالكرة، بيخلق مساحة في دفعات الخصم، ويخلي حسين الشحيات أو بيرس تاو قادر إن هو يدخل لعمق الملعب، يدخل لعمق مانطقة الجزاء، ويستغل الصغرة دي إن هو يوصل لمرمى الخصم، أما نادي الزمالك يا قوت، نادي الزمالك أنا شايفة بتتمثل حالياً في وجود عبدالله السعيد، طبعاً عبدالله السعيد لعيب كبير جداً من أحسن اللعيبة في تاريخ الد في تاريخ مصري، في تاريخ مصر، لعيب قادر إن هو يتحكم في إيقاع المباراة ضد أي خصم، ضد أي فريق، هو عارف إمتى هيتحرك إزاي، بيقدر إن هو يمسك الكرة ويحرك الفرقة، ينزل وسط الملعب، ويبتدي يستلم الكرة ويحرك زماله وبيلعب كرات طولية خلف دفعات الخصوم، فدي نقطة قوت الزمالك الكبيرة في المباراة هيكون عبدالله السعيد بجانب الحافظ اللي عنده المعناوي إن هو يسجل قصاد النادي الأهلي للمرة التانية في أول مباراة ليه كخص ملي من يوم بعد مع سجل في موتش برميدز، نقطة ضعفة عن الفرقتين أنا أشوفها متشابهة، الأخطاء الفردية، لعيبة الدفاعة يحصل عندها أخطاء فردية، والإصابات كمان هتزود من الأخطاء الفردية لأن مثلا في النادي الأهلي في ياسر إبراهيم مش هيلعب، يبتدي الأهلي يخش على البديل بتاعه ورامي ربيعة، بعض الشي بيكونش في تفاهم بين محمد عبد المنع ورامي ربيعة، وده ممكن يسبب أزمات للنادي الأهلي، كمان محمد عبد المنع من اللعيبة اللي بتفقد السيطرة على نفس وبيفقد أعصابه في بعض الأوقات، وده بيخرجوا من المباراة، بالنسبة لنادي الزمالك، والزمالك عموماً هو بيعتمد أصلاً على حمزة المسلوسي، لعيب باكرايد بيلعبه في قلب الدفاع، فلعيب مش بيلعب في مكانه، بيعد بشكل جيد، ولكن ده مش مكانه الأساسي، بجانب تزبزه بمستوح سام عبد المجيد، فبيخلي الفريق دايماً عنده مشكلة في الأخطاء الدفاعية، تمام، الزمالك الأزمة التانية اللي عنده لعيبة وسط الملعب، الأدوار الدفاعية بتاعت دايماً لعيب وسط الملعب المطلوب منه في حالة أن فريقه مش ممتلك الكرة، يبتدي يتراجع للخلف، ويبتدي يديق المساحية بينه وبين زماله في خط الدفاع، علشان يحرم الخصم أن هو يستعيد الكرة، أو أن هو يسدد على المرأة، في النادي الأهلي أعتقد هيكون ممكن للأزمة أن تقدم لعيبة وسط الملعب وحبهم للهجوم في وجود إمام عشور أو عمر السلية، أو أحمد نبيل كوكا، وإن كنت بفضل أحمد نبيل كوكا على عمر السلية، فده تقدمهم للهجوم هيزيد من المساحات، وممكن يتسبب في مشاكل، كمان فيه علي معلول رغم أن هو واحد من أهم الحلو جميع للنادي الأهلي، ولكن في بعض الأوقات بيكون أزمة كبيرة للنادي الأهلي خصوصاً أن هو بيخطئ في الدفاع، بيتأخر في التراجع لما بيكون بيهاجم، بيتأخر في التراجع وبيتسبب في وجود صغرة وراه، بيضطر لعيب المدافع أن هو اللي جنبه يخرج يغطيها، فبتحصل صغرة في مطقة الجزاء، ممكن من خلال الخصم يوصل للمرمى. اشتركوا في القناة